خدوا بالكم ان في انخفاض في العمر في انخفاض في السن للوزراء او المسؤولين سواء بقى كنواب سواء كوزراء سواء كمحافظين في اختيارات مختلفة وابعاد مختلفة في الاختيارات يمكن اقل واحد فيهم سنا حيكون المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان عنده 42 سنة بعد ما حصل النهاردة حلف اليمين ولو تلاحظوا ان حلف اليمين تم اليمين الدستورية للحكومة ثم المحافظين ثم نواب المحافظين انتوا بتتكلموا على مجموعة ضخمة للغاية التقى الرئيس وعمل اجتماع مع كل المكلفين هنا ده تكلفات هنا عندهم واجب عندهم خطة لازم تتنفذ وعندهم تحديات وعندهم توجيهات من الرئيس خلينا عف شوية كده قدام التوجيهات والحديث اللي قاله الرئيس النهاردة ترجمة نانسي قنقر